السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا حبايب قلبي يا رب تكون وبخير وفي احسن حال النهاردة هنعمل لجماعة شوية شاورمة حلوين كده لحمة وهنعمل كمان شوية عشت جمال كده وشوية مخلل يعني مهم ايه هنعمل التحبش والمحبش كده تمام هنشوف بقى المقادر معنا معي خيارتين مقطعوهم شرايح او 3 خيارات ربع كباية خلي ربع كباية ميا معلقة 2 صغيرين ملح ورشة سكر 3 فسوس توم متقطعين ايه تاني ايه تاني رشة سكر ورشة شطة حمرة وقرنفلفل متقطع وشوية قرون فلفل معاه وهنخلله كده على البارد على العادي كده ميا وملح وخل ولا الهوى هيبقى مخلل اخضر متخلل طعمه جميل وهنعمل شاورمة اللحمة معانا معلقة باربيكيو سوس معانا معلقة مسترده معانا معلقة السبع بوهرات توابل اللحمة سبع بوهرات معانا معلقة توم بودرة معانا معلقة توم فرش مهروس معانا نص عصير برتقانة برتقانة معانا ايه يا رب اللهم صلي وسلم عليك يا سيدنا النبي معانا نص معلقة فلفل اسود معانا معلقتين زبادي ايه تاني ايه تاني والشاورمة ديت او اللحمة بتاعت شاورمة اللحمة دي انا كنت نقعها في حوالي 3 اربعة معلق خل من مبارح بالليل تمام يعني معرفت ان انا هعمل شاورمة حطيت على شوقت خل بس وخدوا بالكو هنا مش حطة ملح خالص انا حطة معلقتين زيت ايه ايه نص برتقانة معصورة معلقة باربيكيو سوس معلقة مستاردة ايه معلقة هوت سوس اللي هو سوس الحار هو كل الكلام ده اللي انا عمله طب هيه بقى هيه تاني معانا 3 معالق من الدقيق ومعانا كباية لبن هنعمل الخلطة đi هنعملها عشان نعمل عيش فينه كايزر كده نحط فيه الشاورمة نغير بقى عيش الساك كل شو الواحد زهق فالطريقة دي اتأو الخلطة دي ان احنا ندوب 3 معالق دقيق في كباية من اللبن وندوبهم على النار تبقى عاجينة طرية اوي كده ملساء وبعد كده حبايب قلبي هنعجن بيها العيش بتاعنا تمام يعني تغيير في التكنيك ويه برضو هتفيد ان الخبز بتاعنا يبقى طاري ان شاء الله بإذن الله وعلى كل ان يا جماعة بصوا الله ما صاله وسلم عليك سيدنا اي ان كان لو عجنتوا باللبن عجنتوا بلبن بودرة عجنتوا بلبن رائب عجنتوا بزبادي كل منتجات اللبن لما تعجنوا بيها العيش بيطلع طاري تمام يعني مش شرط تعمله القصة اللي انا بعملها دي عادي جدا ممكن كباية اللبن وتعجنوا ممكن حتة جبن قريش حتة جبن بيضة اي حاجة اي حاجة من منتجات اللبن بتطار لعيش تمام انا هفك بقى العجينة بتاعتي دي كده هخليها ملساء كده حط لها شوية لبن تاني وفكها هتبقى ايه عاملة زي البشاميل كده تمام موضوع سهل وبسيط وهتبرد شوية اه حط لها شوية لبن افكها بس شوية كده تمام وهاخدها بقى واروح اعجن بيها العيش بتاعنا لما تهدى شوية كده هي تقريبا هدت لان انا حط لها شوية لبن ساقعين فالموضوع سهل وبسيط تمام تمام افكار ومعانا معلقة خميرة جافة ومعانا تلات معلق زبدة بحرارة المطبخ ومعانا نص معلقة ملح ملح اللي هي معلقة صغيرة قلبنا كل الكلام ده مع بعضه وهننزل عليه بقى بالخليط يا جماعة اللي احنا عملنا شايفينه بقى عامل ازاي زي البشاميل هنعجن بيئد العيش بتاعنا ولو احتاجنا شوية لبن نحط ما عندناش لبن نحط ميا مش قصة خالص ومعانا بعد ما هنبتدي كده نعجن العجينة هنحط الثلاث معالق زبدة بتاعنا وطبعا الزبدة بتخلي طعم الحاجة حلو ورحتها حلوة تمام موضوع سهل وبسيط اهو فش اي حاجة على فكرة عايزين تمالوا القصة دي كلها بميا عادي بس اعملوها ما فيش اي مشكلة عايزين تحطوا معلقتين تلاتة زيت زتون ما فيش مشكلة بدل الزبدة اللي ريحكم تمام انا طبعا عشان ما عنديش عجانة باعجن على ايدي واريحلي لان انا اعجن على الترابيزة كده الموضوعي بقى سهل لان فيه كزا مرة حد قال لي لانت بتاعجيني على الترابيزة الترابيزة نظيفة يا جماعة الترابيزة دي بنكل عليها وعلى طول بنصبنا يجي خمس ست مرات في اليوم يعني طول ما احنا في المطبخ بنصبنا تمام زي ما انتوا شايفين انا كده حطيت الزبدة على العجين انا هجن العجين لحد ايه ما تتشرب هتحسوا انت بتحطوا عليها الزبدة فرولد ده عادي لان طبعا الزبدة فيها ميا فعادي تحسوا انها فرولد انت بتاعجنها في ايديكو كده لا عادي فيش اي مشكلة همسكها برضو اعجنها كده على ايدي زي ما انتوا شايفينها تبقى عاملة معي زي حتة اللبانة وجميلة وطارية عاملة زي السفنج تمام بس خلص الموالة اهو او قرب اخلص يعني وخمرناها بالطريقة اللي انتوا عارفينها بقلب عليها طبق البيريكس وحطوا فوق منه طبق ميا مغلية وخدوا بقى بالكم من الحتة دي عشان دي تريحكم هتريحكم انتوا احنا بنقطع العجين بتاعنا عايزينه كبير عامله كبير عايزينه صغير انا عملتوا على عشر وحدات التلات كبيات دولد وتلات معالق دي عملتهم على عشر وحدات الطبق ده في شوية ميا صغيرين دفين عليهم رشة سكر تمام والطبق ده في سمسم هعمل ايه انا ايه بقى اهو اه في العادي الناس بتعمل ايه بقى بتروح معطعها الي عش بتاحها وتحطه في الساج وتسيبه يخمر ولما يرتفع تروش بقى عليه ان كان ايه بيت بولبن ان كان لبن ان كان شوية سمسم لا انتوا بقى رياحوا دمخكم بدلا ما تيجي تعملي بالفرشة وتهبطي العجينة لا اعمليها كده سهلا خلص موضوع يعني في غاية السول عايس تستبدل الميا بشوية لبن مفيش مشاكل زم انتوا شايفين اهو بولا فيها ميا وبولا فيها سمسم بنقطع يا جماعة الي عيش اهو مش لازم كمان نطلع منه الهوى بنعمله كده ايه كور على ايدينا كده شايفين اهو فيش اي حاجة والسرة دي بنخليها من تحت عشان لما العش ارتفع ما ايه اه يبقى متساوي شايفينها سهلة ازاي اهي اهي دي تكة جديدة اهي تمام مش هنسى بقى جماعة ولكم انه بيشتركوا في القناة الله يرضى عليكم مشاهدوا الفيديو يا جماعة عشان بس الدنيا بقى تبقى كويسة كده معانا الله يكرمكم يا رب ان شاء الله هحط لكم المقادير في صندوق الوصف تمام اهو تقريبا انا عملت ستة وحدات يعني ستة هم ستة طرق من ستة هنا وستة هنا ماشي شوف موضوع سهل وبسيط ازاي اهو ما بياخدش ثواني مش مستهل ان انت تقطعي وتكواري وتسيبي يخمر ما يخمر مع نفسه عشان انت لما يخمر وتيجي تحطي عليه ما فيش اي حاجة هتقع لا سمسم هيقع ولا يقولك اصلي لما اللي عجينة ترتفع فالسمسم بيه مش هيمشي يروح فين هيروح ستة اكتوبر يعني ما هو عادي خالص جماعة في ايه انت بتبلق لحبيبة قلبي حتة العجينة في شوية المية او شوية اللبن اي ان كان عشان تمسك يمسك فيها السمسم بس خالص الموضوع وبنضغط عليها كده وهترتفع ان شاء الله نسيبها كده في الفرن تخمر وترتفع ما فيش اي مشكلة طبعا مش بتسخن الفرن يعني بتسيبيها في الفرن بتحطي بولا فيها مية سخنة في الفرن تمام بس ادي كل الموضوع خالص هنا بقى هنشوف الشاورمة اللحمة بتاعتنا خلي بالكم انا محطت لقاش ملح سخنت الوجه كويس جدا زي ما انتو شايفينه كده حطت معلقتين زيت ومعلقت زبدة تمام عايز اقولكو ان حتة ان انتو تبيتوا الشاورمة في الخل ده يا جماعة بيهري انسجة اللحمة ويخليها طرية جدا اللحمة غير الفراخ الفراخ نص ساعة ولا ساعة تلقاها تهارت انما اللحمة طبعا اللحمة بتبقى كندوز يا جماعة بتاخد سو عشان بس ايه ما نتحكش على بعض حد يقولك ايه ولع البتاعة هتاكن لحمة ناية يعني دي لحمة كندوز عشان نبقى متفقين لو بيقولوا ما فيش مشكلة بس دي كندوز فبن بنفرشها كده في الوق ونسيبها ما نقلبها عشان ميتها بالسوس بتاحها بالعصير البرطقان بتاحها بالخل بالزبادي مش هنرمي اي حاجة وخلي بالكو انا محطة ملح انا حطيت معلقة من السبع بهارات وكان فيها سنة ملح ذات نفسها التوابل يعني تمام مش حطين توابل كتير خلاص كده هي شربت ميتها وعاز اقولكو تهارت واستوت جدا جدا و اهم اضعين ايه فلفل رومي اخضر وطماطم وبصل زي ما انتم شايفين وكمان بنولع فحمة كده هنديها راحة الشاوي هنحط مش لازم طبق ولا حلة ولا دلية ولا اي الكلام ده عند انا ما بحبوش اللية والكلام والدهون ده لو شافوني بحط حاجة مش هيكلوها اساسا اه عادي هحط ورقة فايل كده انا في نص الوك واروح مع عامل ايه بقى مولاحة تلفحم وحطها احط على ندات زي اطلع بقى الدخان ده هيديني راحة الشاوي تمام اخدوا بالكو ان احنا خللنا الخيار بتاعنا من غير مية سخنة ومن غير اي حاجة مجرد ما ترش شوية ملح على الخيار وفلفل ورشة سكر والكلام ده كله هتلاقي مخلل بتاكل لونه اخضر وفي نفس الوقت متخلل مش محتاج خالص ان انا حط له مية سخنة ولا غليه على النار تمام ايه رأيكم بقى في الجمال والدلال ده جمال ولا مش جمال دلال ولا مش دلال يا رب ساترك حبقى يبقى البلايك للفيديو وشايروا الفيديو الله يرضى عليكم يا رب بوريكم ان انا حطة بولت مية بولتين مية مغلية في البتاق عشان اه تعمل عملية سخنية للفرن ونحط الاكل بتاعنا خلص تمام التمام اه ده ما ينزل انا عملته عملته بطريقة سهلة جدا انا عملالكو فيديو ان شاء الله هنزله بكرا او بعضو وإلى ايش بتاعنا لسيم سيم طار ولا مشي ولا رحصة اكتوبر تمامة هون فيش اي مشاكل وحمرنا شوية بطاطس في اللي اسمها ايه دي حالة التهوية دي بتاع الحالة اللي هي من غير زيت يا جماعة حالة البخار دي ولا حالة البداع وشوية فلفل الوان شوية بطاطس وشوية اكلة حرشة كده وبسيطة وسهلة اشتركوا في القناة